نكمل الآن الإجابة عن الأسئلة المراجعة صفحة 80 ألف بما حلم العسفور الرابع بالعودة إلى الفقرة السابقة نقول رأى في حلمه صيادا يحمل بندقية وهو المهم من هنا نبدأ المراجعة للمطلوبات أو القواعد الإملائية التي سبقا شرحت نقول هات من إنشائك مثالا مشابها لكل مما يأتي يعني لدينا واحد واثنان وثلاثة هنا يوجد قواعد أو يوجد كلمات يجب أن نأتي بمثال على نمطها ونذكر بالقواعدة لدينا سماء في الكتاب لدينا سماء وفجأة سماء همزة متطرفة وفجأة همزة متوسطة أنا استطعت أن أتي بدواء وسأل دواء همزة متطرفة كتبت على السطر لأنها سبقت في حرف العلة الألف أو حرف المد الساكن الألف سأل همزة متوسطة كتبت على ألف لأنها مفتوحة والسين مفتوحة لذلك كتبت على الألف اثنان لما لا نرسم ما نحب لاحظ يوجد لدينا مال استفهامية سبقت بحرف جر نستطيع أن نأتي بمثال آخر بما تفكر يا سامي القاعدة هنا أن مال استفهامية إذا سبقت بحرف جر ماذا نفعل؟ نحذف ألف مال استفهامية ونضع عوضا عنها الفتحة ثلاثة قال عصفور للعصافير نحن بأمان لاحظ للعصافير هنا الشاهد أن الكلمة بدأت بأل التعريف وأضيفت لها حرف جر بالتالي ماذا نفعل؟ نحذف همزة أل التعريف وندمج اللام مع اللام نستطيع أن نأتي بمثال آخر أعد للناس حقوقهم لاحظ للناس أصل الكلمة الناس لدينا التعريف نحذف همزة أل التعريف ونبقي اللام وتصبح لدينا الكلمة في النهاية للناس لام حرف الجر ولام ما تبقت من أل التعريف السؤال الثاني عفوا السؤال الثاني يقول جرد الأسماء التي تحتها خط من أل التعريف ثم نوينها بتنوين النصب قبل أن نبدأ نذكر أن الحالات التي لا يجب علينا أن نضيف ألف تنوين النصب عليها هي واحد عندما تنتهي الكلمة بتأمر بوطة أو ألف مقصورة أو ألف قائمة أو ألف وهمزة أو ألف عليها همزة لا نضيف ألف في هذه الحالات المذكورة لا نضيف ألف تنوين النصب غير ذلك نقوم بإضافة ألف تنوين النصب نقول قرأت القصة القصيرة في البيت لاحظ قصة وقصيرة جردناها من أل التعريف وبعد ذلك وضعنا تنوين إذن قمنا بحذف أل التعريف ثم وضعنا التنوين على قصة على التأ وقصيرة على التأ أيضا لأنها انتهت بحرف التأ ولا نستطيع إضافة ألف تنوين النصب با ساعدت الرجلة الفقيرة الرجلة الفقيرة نجرد الكلمة من أل التعريف فتصبح ساعدت رجلا فقيرا لماذا أضفنا ألف تنوين النصب؟ لأنها لا تنتهي بتأ ولا ألف مقصورة ولا ألف قائمة ولا ألف وهمزة ولا ألف عليها همزة وبالتالي يجب أن نضيف في حالة النصب ألف تنوين أنظف السؤال الثالث أكمل كما في المثال هذا السؤال يتحدث عن قاعدة إضافة ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة واتفقنا أن الهمزة المتطرفة إذا سبقت بحرف يتصل بما بعده نقوم بوصل الهمزة بالألف ولكن هنا لاحظ وعاء لاحظ أن الألف قبل الهمزة من الحروف التي لا تتصل بما بعدها لذلك نكتب وعاء ونضيف ألف ونون دون أن نقوم بوصل الألف مع الهمزة السؤال الثالث أكمل كما في المثال هذا السؤال يتحدث عن قاعدة إضافة ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة واتفقنا أن الهمزة المتطرفة إذا سبقت بحرف يتصل بما بعده نقوم بوصل الهمزة بالألف ولكن هنا لاحظ وعاء لاحظ أن الألف قبل الهمزة من الحروف التي لا تتصل بما بعدها لذلك نكتب وعاء ونضيف ألف ونون دون أن نقوم بوصل الألف مع الهمزة السؤال الرابع السؤال الرابع يقول أعطي مفرد الكلمات الآتية واكتبها في دفترك أشياء أعباء أجزاء أشياء مفردها شيء إذن لدينا هنا تذكير بقاعدة الهمزة المتطرفة التي تكتب على السطر إذا سبقت بحرف علة ساكن الياء ساكنة حرف علة لذلك كتبت على السطر أعباء ما مفرد أعباء عبء إذا سبقت الهمزة بحرف ساكن هنا لاحظ ألباء ساكنة تكتب على السطر أجزاء ما مفرد أجزاء جزء لاحظ الهمزة المتطرفة كتبت على السطر لأنها سبقت بحرف ساكن السؤال الخامس أكمل الفراغ بمال استفهامية وأجر التغيير المناسب ألف بما تتكاثر الطيور لاحظ دخول حرف الجر الباء على مال استفهامية نقوم بحذف ألف مال استفهامية والتعويض عنها بالفتحة لدينا من فراغ يشكو المريض أي من ما ما هي الخطوات التي يجب أن نذكرها هنا نقول من حرف جر زائد مال استفهامية هذه الخطوة الأولى نقوم بحذف ألف مال استفهامية والتعويض عنها بفتحة فأصبحت من ما بعد ذلك النون تقلب أو تحول إلى ميم فتصبح من ما زائد مال استفهامية نقوم بإدغام ميمين فتصبح الكلمة بالنهاية مما يشكو المريض مما يشكو المريض السؤال السادس وهو سؤال سهل وتذكير فقط لا أكثر هو سؤال علامات الاستفهام لدينا هنا ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين فيما يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين لاحظ أن هناك كلمات مفتحية تدلل على علامة الترقيم المرادة نقول قال رسول الله قال إذن نضع نقطتين رأسيتين هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم يستفسر من الناس ويقول يعني هل تريدون أن تعرفوا ما هي السلوكات أو الأفعال التي تهد من أكبر الكبائر إذن هذا سؤال نضع علامة سؤال قلنا إذن بعض فعل القول نضع نقطتين رأسيتين بلى يا رسول الله قال لاحظ الفعل قال نقطتين رأسيتين الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى هنا أعزائي نكون قد أنهينا جميع الأقسام المتعلقة بالقواعد التي الموجودة في كتاب الصف السادس أتمنى لكم التوفيق في الامتحانات القادمة وأي استفسار بخصوص المادة تستطيعون أن ترسلوها عبر الواتساب